سنتوسع في هذا النقاش بشأن جنوب القطاع وأيضا المعارك الدائرة في شمال القطاع وفي مختلف المخيمات مع ضيفنا الموجود في الستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد الدكتور صالح المعيطة أهلا بك من جديد دكتور إذن تابعنا على هذه الخريطة مخطط إسرائيلي هي تتوسع في جنوب القطاع لكن بالوقت نفسه هناك تقارير إسرائيلية بحسب صحيفة يدعوت أحرونوت أن إسرائيل تركز الآن توغلها على شمال القطاع تحديدا مخيم جباليا المقتض هناك مزاعن تقول أن هناك قادة من حركة حماس يتواجدون في ذلك المخيم ما الذي قد تحققه إسرائيل لسيما في ظل التخبط بالمخططات الإسرائيلية قليل في الوسط قليل في الشمال قليل في الجنوب دعينا نخرج قليلا عن السياق أو الحديث العسكري في الشمال والوسط والجنوب ما الذي تريد أن تحقق إسرائيل بعد 52 يوم في الشمال وبالذات منطقة جبالية وبيتلاهية وبيتحانون إذا تكلمنا عن تلك المناطق أجد أن لا زال التفاجأة إسرائيل لا زال فيها كثافة سكانية كما أشأرتي كبيرة لكن هناك أهداف معلنة للعمليات العسكرية في شمال القطاع من قبل إسرائيل لكن هناك أهداف غير معلنة وتعمل على تحقيقها بعد ما فشلت إسرائيل بالتهجير القصري واقتناص المقاومة وعمل وعمل لجأت إلى ما يسمى بالبعد العسكري طمس الوعي الوطني لتلك السكان من خلال توزيع الخرائط والمربعات والتهجير القصري وطمس التراث تعمل بسياسة الأرض المحروقة الآن هذه الأهداف غير معلنة وغير قادرة على التهجير 800 ألف خضون أيام أو أسابيع تحاول أن تطمس الوعي الوطني لدى الفلسطيني أن يترك تلك المناطق ويتخلى عن هويته ثقاوته إرثه وجذوره في تلك المنطقة أعتقد هذه أهداف تسعى إسرائيل إلها بعد أن فشلت في تحقيق الأهداف العسكرية في المنطقة الشمالية ولا يعقل جيش يسمى كان يسمى الجيش الذي لا يقهر يستقل 52 يوم على مناطق ليست قوة مقابل قوة هي أبني ومزارع وسكان ومواطنين لم تستطع أن تكتشف نفقا ولا تقتل قيادات حماس ولا تدمر إلا الأبني ومراكز الإيواء وقتل 70 إلى 80% من الشهداء في تلك المناطق هي من الأطفال والنساء وهذا لم يحصل في تاريخ الحروب التي مرت بها البشرية لماذا التركيز اليوم دكتور على خان يونس؟ لماذا الدعوات إلى السكان بإخلاء المنازل والتوجه إلى ما بين مزدوجين المناطق التي تقول إسرائيل أنها آمنة؟ لماذا بالتحديد خان يونس؟ بالإضافة إلى الرواية الإسرائيلية التي تتحدث عن وجود قادة حماس وعدد من الرهائن تم نقلهم إلى خان يونس لكن فعلا ما أهميتها هذه المدينة المقتضة بمئات الآلاف من السكان ثاني أكبر مدينة حضرية في غزة؟ نعم الرواية الإسرائيلية أو السردية الإسرائيل لماذا تركز على خان يونس؟ وهي تقول الآن مرحلة الثانية خان يونس مساحة هي الأكبر مساحة لها عمق يعني عمق بالداخل باتجاه البحر حوال 12 كيلومتر ومساحتها 54 كيلومتر مربع السكان الآن بإضافة للسكان خان يونس والمخيمات الموجود في القطاع كله أكثر من 9 مخيمات معظمها في منطقة الوسط والشمال خان يونس هناك أربع مخيمات تحاول أن تدفع الآن وتقول للإعلام وللعالم لا ندفع بهم باتجاه الجنوب باتجاه رفع ندفع بهم إلى الغرب هناك مناطق غرب خان يونس مناطق ممكن أن تضع فيها مخيمات لكن هذا نوع من الخداع الإعلامي هدف هو التفريغ الآن كما أشرته هو التوغل وليس تقدم وليس السيطرة وليس تثبت ولا للطيران ولا المدفعية تمسك أرض يمسك الأرض هم جنود المشاهة لغاية الآن تتوغل بالدبابات بالشمال والوسط والجنوب ومن ثم تتراجع تتراجع إذا تعرضت الدبابات إلى القذائف الهاون أو قذائف الياسين 105 أو الكمائن أو المتفجرات أو الأفخاخ كما حصل قبل أيام تتراجع وتعطي مجال للطيران إسرائيل لا تتفوق في المعركة الاشتباك التكتيكي لا تتفوق إلا بالطيران والتكنولوجيا القوى البشرية أضعم ما يكون والسبب ذلك الجند المقاتل الإسرائيلي هو داخل الدبابة وأطلق عليهم من قبل الصحافة الإسرائيلية أنتم تقاتلون قتال الجبلاء وهذا هو الذي يحير إسرائيل في معركتها لا يقاتل من مسافة الصفر مع ناصر المقاومة دكتور بالأمس كان هناك تقارير تشير إلى أن المرحلة الأولى في شمال القطاع تحتاج إلى عشرة أيام للانتهاء اليوم الجيش الإسرائيلي يتحدث عن قرب إنهاء مهمته في شمال القطاع وبالتالي هو يتوغل بدباباته في جنوب القطاع لكن يحكى أن التوغل والسيطرة على جنوب القطاع قد يستغرق شهورا لماذا برأيكم يتم الحديث؟ ذلك داوما بحسب تقارير إسرائيلية واردة من الداخل الإسرائيلي نعم أنا ما أقول هو ما من خلال متابعة للتحليلات والتقارير إسرائيلية كذا لماذا؟ سؤال كبير ومهم لماذا؟ لسببين السبب الأول الحيز الجغرافي الضيق أو المزدحم إحنا بنقول كثافة سكانية عالية في غزة لا يوجد مثيلها بالعالم الكثافة العمرانية المزدحمة المركبة لا يوجد مسارات ومساحات تستطيع الدبابات أن تتحرك فيها وهذا أكبر ضغط الدبابات إنها تمشي بشكل شرب داخل الزقة هي أهداف وصيد ثمين للكماء والقناصة الذين يتواجدون في الأبناء والنقطة الثانية كما أشرت الكثافة السكانية العادية لا يوجد دولة أو مدينة بالعالم أو مخيم بالعالم الكثافة السكانية فيه 13 ألف ماذا بالنسبة للتدارات حماس في الجنوب؟ يعني يتم الحديث عن أنه معارك ستكون أكثر ضراوة بالجنوب هل هناك قدرات مختلفة برأيكم بجنوب القطاع؟ هم يدعوا أنا لا أستطيع أن أتحدث أين تتواجد قيادات حماس وأين تتحرك وكيف تتحرك هم يتحدثوا بعد أن فشلوا في الشمال يعني بالقضاء على قيادات حماس لم يرى العالم أي قيادة أو مكان أو رهائن من قيادات حماس وهم معسكر قالوا قيادات حماس هربت إلى الجنوب الجنوب منطقة واسعة هم يقولوا حتى يستطيعوا أن يقدموا شيء ولو زهيد للرأي العام أنه الآن انتظروا أعطونا مهلة أعطونا أشهر في الجنوب فكيف يبحثوا عن قيادات حماس وهم جمعوا واحد ونص واحد مليون ثمانمائة ألف نازح في الجنوب هل تستطيع في مساحة جغرافية لا تتجاوز عشرين كيلو متر مربع يستطيع أن يجدوا هذه القيادات هذا هو الإعلام الذي تتوجه فيه القيادة السياسية والعسكري إلى الداخل الإسرائيلي وكأنهم يطلبوا منهم التريث لأن الرأي العام ضاغط على نتنياهو وهي حرب نتنياهو لا يستطيع تحقيق الأهداف التي أعلنها وأقولها باستمرار أن الأهداف التي أعلنها غير مترابطة هدف عسكري تدمير حماس والقضاء على قدرتها مع هدف تحرير الرهائل الرهائل سيدة تحرر بعمليات أمنية كوماندوز مفاولات لا تحرر بحجد 200 ألف جند احتياط ودبابات بهذه الطريقة شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والاستراتيجي الليواء المتقاعد دكتور صالح معين شكرا لك شكرا لك